فدوى كيف تلقيت اللي عم بقوله قبل شوي فاروق؟ هيدا الشي غلط المرأة تختار الصمت قال المرته بتسكت لأنه إذا ما عجبها عزرا عالتعبير بعود اللي عم بقوله بترجع عن بيت أهلا غلط هالشي غلط لأن المرأة لها حق قبل بيت لأنه أنا جربت هالوصة حرام حرام يخوني جربت الخيانة زوج خيان أو جربت أيضا السكوت على الخيانة سكت على الخيانة سكت على الخيانة لماذا المرأة بتسكت؟ لأنه بتخاف لأنه بمجتمع شرق المرأة لازم تسكت أم لأنه بيكون في تبعية اقتصادية على الزوج بتقول إذا حكيت جوزة بدو يطلقني لا أنا سكت كرمي الأبني ما بدي أخرب ببيتي بس لوقت محدد ما عاش فيني أتحمل خيانته إلي ما عاش فيني أتحمل وصلت حدود الخيانة وعزرا عالتعبير أنه تتعرق تكوني أنت وعاشقته قاعدين على نفس الطاولة مثل ما كان عم بقول قبل شوي أنا قعدت أنا وياها وشفتها يعني وساكتي كرمي الأبني كنت بتعرفيها أو تعرفت عليها؟ لا بعرفها 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 أنا كيف عرفت إنها هي؟ هو قال لي هو قال لي أنا بحبه وأنت يعني مثلك مثل أي مرأة قاعدة عندي خلص خدامي بالبيت زوجته عن حب؟ أخدته أنا عن حب لما خبرك إنه عم بخونك على شو كان مراهن إنه يخبرك؟ قال لي إيها بوجي قال لي أنا ما بحبك بحبه بديك تضلي قاعدة عاببك بديك تضلي قاعدة عاببك ضلي ما بديك فيلي عابيت أهلك أنا صبرت كرمي الأبني بس إجا هو وقت ما عش فيه أتحمل لما عرفت بخيانة زوجك المرأة أي هواجز بتعيش بينها وبين نفسها في جه نفسها أولاً صرت أوقف يعني بكل صراحة يعني صرت نجنات يعني صرت أوقف على المرأة تطلع بنفسي والذكرة هي يعني شو في الفرق بيني وبينها بقول إن حالي أنا فيني شي يعني بجننني بها القصة هاي أرنت بينك وبينها؟ أرنت يعني فيه فرق من السامن للأرض بيني وبينها بس لما بحس إنه جاوزي اللي بحبه أبو وأبني بحبها صرت أغار مني يعني بصرت أقول إنه فيها شي غيري أنا بصرت حس أجمل مني يعني بيجي بيحكي معه بقول له أنا مقصرة بحقك بيقول لي لا أنا ما بحبك أنا ما بحبك بحب اللي بتعطيني هي أنت ما بتعطيني هي هيدا الكلام بيقول لي لما قلك هي الكلام المرأة ممكن توصل لما حال إنه الضحية يجلد حالة عندصرت تجلد حالة تقولي من وراي عم بخون أنعك إنه من وراك عم بخون؟ أو لا؟ وصلني لمرحلة إني انتحر وصلني لمرحلة إني انتحر بس كرمي لأبني الله عم بيصبرني كرمي لأبني قلت سكتت سكتت أول فترة إمتى نطفح الكال وقلت ما بقى رح أسكوت طفح الكالمة وقت اللي وقت اللي هي بتفرض إرادته علي صارت تحكيني هي لليش قاعد عنده روحي فيلي ما بيحبك قاعدك هاك ساقم قاعدك بالبات هاك خدي ابنيك وفيلي تحملت أربع سنين وصار هلأ عندي عقدي نفسية من ورا الشي هيدا بس أنا برايي أنه حرام على المرأة تخرب بيت مرأة بتبني ساعدتها عص طغيرة ترجمة نانسي قنقر